أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أن مجلس الوزراء قرر تعيين حخام كمستشار ديني حيث يضم الجيش الألماني 300 جندي يهودي وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أن القرار يهدف لإظهار اليهود جزءا أساسيا من مكونات البلاد وذي هي المرة الأولى منذ قرن التي يتم فيها استحداث مثل هذا المنصب في ألمانيا ويشارك كهنة وأساقف في تقديم خدمات دينية لنحو 94 ألف جندي مسيحي في الجيش ويقدم رجال الدين هؤلاء نصائح للجنود بشأن المسائل الأخلاقية كما يسحبونهم أثناء التدريب لتقديم المشورة